قال شاغل سانبخو المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس أن رد الفعل الجزائري بخصوص تقرير البنك الدولي يخفي حالة الإفلاس الشاملة التي يعيشها النظام الجزائري أوضح المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية في نشرة سابقة أن تقرير البنك الدولي أكد واقعاً اقتصادياً يعرفه جيداً النظام الجزائري في الواقع موجة الانتقادات الجزائرية تخفي إفلاس النظام الجزائري وحالة الاضطراب العميق الذي يعيشه هذا النظام حالة إفلاس عامة تشمل ميادين سياسية واقتصادية وهذا ما عاكسته المسيرات التي عاشتها البلاد مؤخرا إن تقرير البنك الدولي الذي صدر في الثاني والعشر من شاردو جنبر أوضح أن الاقتصاد الجزائري يعتمد بشكل كلي على عائدة المحروقات وبما أننا أمام اقتصاد يقوم فقط على ريع المحروقات لا أحد يمكن أن ينفي وجميع خبراء الاقتصاد يؤكدون أن تقرير البنك الدولي أكد الواقع الاقتصادي الذي يعرفه جيدا النظام الجزائري تحدي الجزائر هو الانتقال من اقتصاد فاسد إلى اقتصاد حديث متطور يشمل جميع شروط الاقتصاد الحديث وطبعا نحن نشك في رغبة النظام الجزائري في ذلك هذا هو التحدي الكبير للجزائر والشعب الجزائري الذي عليه التخلص من هذا النظام الذي لا يقوده إلا إلى الإفلاس يجب أن يساعد من هذا المحروقات لأن هذا المحروقات لا يقوده إلى الفاعلة ترجمة نانسي قنقر